بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وصلاة والسلام عليكم نكمل نقض لهم المشاكل التي تتعلق بفزد الكبد هناخذ الهيباطاتس انواع وهناخذ كمان في التسجيل ثاني اللي برسل رسس عندنا الهيباطك ديستوردر في عنا اشهر حاجة في عنا يعني خمس سنواع لكن اشهر هم ال A وال B وال C الهيباطيس طبعاً هي مصطلح التهاب الكبد طبعاً هو عبارة عن يعني هو بصيب الكبد التهاب فيروسي وبرضو بيظهر عليه أعراض عامة في الجسم يعني بيظهر برضو مرات ممكن يصير سفرار في الجسم توباتيك نيكروز نتيجة اللي هنسداد القنوات اللي في الكبد خمس أنواع الشهر هم فيتامين طايب A هباطايتس اللي هو بنسمي إحنا يعني الطايب A هباطايتس 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 قوز باي رايبونيوكليك أسيد فيروس من المجموعة الفاملية اللي هي الانتيرو فيروس اسمه هذا مشهور أكتر حاجة خاصة بصيب الطفولة اللي بيظهر عنه اليارقان عند الطفل احنا دائما بيقول هذا عنده رجال اللي هو عرض من أعراض الهباطايتس المودة في ترانسميشن إزتر يعني خلال خلال الجهاز الهضمي عن طريق البراز عن طريق الفم تلوث في الميكروب خلال الجهاز شائع في الدول الغير متقدمة أو من موضوع الأماكن التي تحتاجها أزدحام لا يوجد نظافة أو سنتيشن وهيوجين كان بسرد الزيد يعني العيان لو استخدام مريض ومغسل الشدية ولا تبع الهيوجين ممكن ينقل المرض من الشخص الآخر ومغسل الشرق ومغسل الشرق ومغسل الشرق ومغسل الشرق ومغسل الشرق يعني ممكن الناس عندين عديو وممكن يكون في القوقعة أو في الوطر المستخدموها في الشرق يعني أكثر شيء ينتقل من شخص لشخص ونادر جداً ما ينتقل إلى من خلال الهباطايتس الهباطايتس A الهباطايتس A بيرده لفترة الحضانة فترة ما دخول الفيروس للجسم وظهور الأعراض من ثلاثة لخمسة ويكس يعني من ثلاثة سبيع لخمسة سبيب with average of being four weeks يعني ممكن يكون أربع سبيع المتواص occurrence in worldwide يجول among children and young adults ثاماً يعني هذا المرض شائع من جميع الحياة العالم مصيب الأطفال يعني بداية الأدلت يعني يعني سن ما قبل المراهق mortality is zero to one percent with recovery as a rule يعني المرتالة ضئيلة جداً أو منعدمة zero to one percent لكن الشفاء هانا حتماً يعني قانون لازم المريض اللي عنده في بطايتس A هي طيبة may have no symptoms ممكن أول هالمرض ما يكونش فيه أعراض المتظهر الأعراض اللي قبل المتظهر الأعراض واضحة محساس بالتعب فتيق انوركسيا ماليز قلة الشاي للطعام اللعياء العام صداع low grade fever درجة الحرارة تكون توسطة مش عالية كتير nosy and frozen بكون highly contagious during this period usually two weeks before the onset of jundice في الفترة هذه بكون highly contagious يعني موعدة جداً في الفترة هذه دائماً بكون هي يعني سبوعين قبل ما تظهر أعراض الأسفرار يعني ممكن الطفل أو ينعد بين واحد للتاني قبل ما تظهر أعراض الأسفرار الاكترك فيز اللي هو أعراض الأسفرار أو مرحلة الأسفرار الاكتراس من اكتراس jundice بصير عند أسفرار عند المصاب tea color urine تلاقي لون البول غامج زي لون الشاي clay colored stool لون البراز زي لون الطينة and right upper quadrant tenderness في منطقة الربع الفقانة الأيمن فيه لو تغط علينا حسين تحسسنا بتلاقي فيه واجعة عند المريض Symptoms may be mild in children ممكن تكون خفيفة عند الأطفال متوسطة adult more likely to have severe symptoms البالغين ممكن تظهر العرض عليهم أكثر and prolonged course of disease ممكن يطول أكثر من البابس المنتجمينت للـ all types of hepatitis to restore according to the patient level of fatigue يعني الرسط لازم العيان نرتاح حسب درجة التعب hospitalization for protracted nausea and vomited العيان عند المنزل النقائق والسال وطغاف ثيان كثير أو وضع صعب في مستشفى small frequent feeding with high calorie diet يعني لازم العيان ياخد low fat and protein يعني ما يقل ما يكذناك الجدفون عشان تتعب الكبد الرسط نحضر على الآخر المنزل 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 يعني اكتر حاجة ياخد كالوريات وقلل الفات والبروتين على اخر يقلل المرضى خاصة فيه يعطوهم شوكولاتة وسكريات وعسال وحاجات حلوة وكاربوهيدرية وكاربوهيدرية يعطوهم فيتامين كيف انجيكشن سابكو تنسل FB-T يزال عند العيان نسبة التجلد الطويلة بيعطوه فيتامين كين 5B فلود انترابين نصف لود عند الاكترولايت يعني اذا في العيان عنده هاي ببلاسيمة بياكل شيء كويس بنته بكتير ونعود سوائل وذا في خلل في الاكترولايت نعمل لها تعديل ادمنستراشن بانتياميتيك اندنوزي يعطى ادوية للنتيك نلغث عيان بعد جونديس بس تخف الجونديس ونبدأ شوية شوية العيان نرجع لانشاط الطبيعي الهباطايتس A بد درست عند فرضيات يعني لازم العيان اذا بروع الراوضة وعلى المدرسة وليش نقول له قعد في البيت من الهدف منها الراحة وبرضو ما يعدىش حدا كمان التعليمات حسب الاكل زي ما قلنا زي ما قلنا اه كالوري و لو فات و بروتين 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 يعني يأكل واجبات صغيرة سندوش حاجات خفيفة اكبر امام ممكن يعاطيش كمان محلول وريدي مرارة لا تراحول الأكل فلازم نجب عليهم أكل اكبر و من الذين يحبوا الطفال و من الذين يحبوا و تقدم بشكل كويس و مغرب تحديد المصاب والحفظات الطفل من المصاب لا تقلل وما تبطئ الشفاء يجب أن نحافظ الطفل المصاب يشفى وينمو في وقت محيث النوع الثاني من الهباطايتس 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 بي وهذا الهباطايتس بي المشهور والاخطر الرمز بتبعه هباطايتس بي فيروس از اعضاب الشيل بره بارتكيل كونتينك دي اني دي س بارتكيل كومبوز بذا فولونغ هباطايتس بي الانتجين ماتيرا الانتجين ماتيرا الانثار كور هباطايتس اس اي جي هباطايتس بي سيرفز انتجين ماتيرا الانذار كور طبعا هذه يعنمش دروق جي حفظوا احفظ بص الهباطايتس بي خلاص هباطايتس بي انتجين gone independent protein circulating block الهيباطايتس بي سمتومس انستي و جولي اه الاعراض دائما تكون انساديوس عند برلون كومبيرد يعني تيجي الاعراض شوية شوية وشو بهم يعني مش معروفة ومخفية وكمان فترتها بتبقى اطول من فترة الهيباطايتس ما بي اسمتوماتيك من كل عيام بتظهرش عليه اعراض اه يعني بتكون عنده فترة يعني من اسبوع لشهرين فترة البردروم السمتومس اللي هي الفتيق انوركسيا ترانزين فيبر يعني الفتيق وتاعب وانوركسيا تقل الشيء الطعام الاكل حرارة بتروح وبتيجي ابدو من الديسكمفورت وهيك تعياء في البطن يعني مش معروفة نوزيا اكسترا هيباتيك منفستيشن يعني اعراض خارج الكبد يعني السيستماتك متكون ميك ود ما يلجاب تلاقي ممكن العيان عنده اهيك ضعف في العضلات فوتوفوبيا عنده حساسية للضوب الدرش يعني يمشي في الضو الساطع ارترايتس انجوديرما انجوديما احتقان في الاوعية الدموية ارتكاريا ممكن يكون عنده حكاك او هرش ماكولوبابير اربشن ممكن يصير عنده طفح جلدي سكن راش انبلاسكولايتس ممكن يكون عنده طفح جلدي والتهاب في الاوعية الدموية الصغيرة الهيباطية تسميه الجوندس انجوديس يصير عنده السفرار لما يصير عنده ورحات الاكترك فيس الاكترك زيامن اكتراس اللي هي الجوندس بدايتها بحالات نادرة جدا يعني ممكن تتطور الى فشل كلاو فشل كبدي فشل كبدي ميب بكم كرونيك اكتب ممكن تتطور الى يعني مزمن اكتب او برزيستنت اسمتوماتيك يعني عيان كاريار بصير بتظهرش عليه العراض يعني يكون خامل يعني الديجنستيك تايب انتي هباطية سي انتي باضي طبعا هذي كلها فحصات مخبرية دقيقة يعني ملسف فهم انه بنعمله اللي هي الماركر تبع الهباطيتس بي يعني زي اللي هو الهباطيتس سي برزيستن يعني العيان بعد ما يشفى كويس ويطيب وتحسى يجول ممكن هذا الفحص بيين انه العيان بدي تحسى وصار عنده اميونيتي انتي هباطيتس بي انتي هباطيتس بي انتي باضي بجين انتي باضي بجين هذا بيدل انه العيان بطل معدي انتي باطيتس اكس يعني هذا انتي بي انديكيات انتي بيدل انه المرض رجع للمريض التان المانجمنت فور ريباطيتس بي باريس اه طبعا هذا بياخد علاج طويل المدى وعلاجه غالي و اه الف انترفرون از سينجل مودالتي اوفرابي وفور دموست برميس يعني هذا انترفرون يعني علاجه كويس و بعملية this regime 5 مليون يونت ديلي or 10 مليون يونت ثري تايمز ويك لفور يعني لازم يتاخذ هذا الكورس يخمس مليون مره مره في اليوم اه 10 مليون ثلاث مره في الاسبوع لعمد ان اربع الى ستة سبيع اربع الى ستة شهور result in remission of the disease in approximately one third operation يعني هذا بيخف المرض في حوالى تلت من المرضى 2 antiviral agent يعني بيعطكم نوعين من الانتفيروس مثل ابفار اباسيرا هدولة برضو ممكن يساعدن في شفاء الحالة النوع الثالث type c virus type c hepatitis البطاية c virus was formerly called non a non b يعني رسميا بطلق عليه non a non b يعني لا هو بتصنف a ولا بتصنف d and rn virus found among ive drug users and renal daily special يعني هذا بتسيب الناس اللي دايما بياخدوا علاجات الوريد والناس اللي بيغسله كلا can be transmitted through sexual intercourse ممكن خلال الاتصال الجنسي incubation period from one week to several months يعني برضو طويلة زي و caren oil age group يعني ممكن يحصل في جميع الاعمار الهبطايتس c virus similar to those associated with the hepatitis v b virus يعني الاعراض زيها و زي الهبطايتس b بس but less severe يعني اقل خطورة symptoms usually occur six to seven weeks after transfusion by but may be attributed to another virus infection and not diagnosed as a hepatitis ممكن تظهر اعراض يعني من خلال ستة الى سبع ويك بعد النقل او بعد نقل الدم او بعد غسيل او اشي ممكن برضو تيجي الاعراض يعني ممكن تكون مشابهة او مصاحبة الاعراض امراض فيروسية اخرى ابروكسومتلي تقريبا خمسين في المية develop chronic liver disease and at least 20% بروكريستوسيروس وعشرين في المية ممكن تطوره لتلايب كبدي العلاج hepatitis C vibration treatment with viruses with long acting injectable interferon حقا الانترفيرون combination with other oral antiviral ribovirine phyrosol may induce a sustained response of undetectable viral level in about 50% يعني ممكن يتجاوب 50% والحالات monitoring during long term period to is imperative يعني لازم برضو العيان متابعة مهمة جدا واساسية وضرورية واجبارية في خلال فترة العلاج يعني فحص وظائف كلا وظائف كبد وظائف المتابعة blood time blood time blood time blood time etc complication of hepatitis يعني in general dehydration hypokalemia بشفاف نقص الكالسيوم chronic carrier hepatitis or chronic active hepatitis ممكن العيان يكون حامل المرض مزمن او chronic active hepatitis يعني ممكن يعد العيان كولوستاتيك هباطايتس ممكن يصير عندنا التهاب في انسجة الكبد والقنوات المرارية phalminant hepatitis يعني liver transplantation may be necessary لما يكون الكبد التهاب في جميع انسجة الكبد ممكن ينضطر يعمله يعني نقل جزء من زراعة كبد hepatitis B virus and hepatitis C virus carriers have antigen higher risk of developing hepatocelular carcinoma مرضى الهباطايتس C والهباطايتس B ممكن ي يعني developing في المستقبل يصيره hepatocelular carcinoma يطور الى سرطان يستطيع الى سرطان نرسين طبعا في العيان نقول ما شهيته جديلا الأكل وبياخد أكل فات أقل وبروتين أقل طبعاً ممكن يصير عنده إلكترولايت ببالنس هايبوفليميا نتيجة النلقاء و هذا المستمر اكتيفتي انتوليرانس ريليتد روكسي عن البردس فنشن العيان برضو بدرش يعني يعمل جميع الاكتيفتي تبعته والنشاطات المرض والوجع والقلت الاكل والليبردس فنشن نوليج ديفيسيت ريليتد ترانسميشن ممكن العيان لازم يكون عنده قلة معلومات كيف المرض كيف ينشر المرض عشان يتوقع نفسه يتوقع غيره نيرزنج انتربنشن منتاني لاديكويت نوترشن نعطف سمول فيد فيتنج فيدينج و فيهاي كالوري لو فات ضيان افويد لارج كوانتتزو بروتين ديورنج اكيوت فيازو بندس يعني نتجنب اه بالاكل لازم يكون هاي كالوري الكمية البروتين يتقلل في الفترة الحادة نتجنبها اه منتاني اذيكويت فلوود انتاك نازم العيان ياخد سوائل كافية يعني بروفاد فريقونتورال فيو الفلوود يعني مش ضروري على الجرعات بسيطة قد نبقضى ادمنسترين اي بي فلوود فور بيشنط وذ انابلتي تومنتين اورال فلوود منتور انتاك اندوت بوت من لاحظ السوائل الدافلة و الخارج طبعا الريست والاكتبت لازم العيان يرتاح ويعمل اكتبت عقد ما بيقدر انشورنج انبريفينتنج ديزيز ترانسميشن من اكت يعني كيف عملية انتقال المرض لازم العيان ينعزل كان في البيت او في الشغل نستخدم هدوات خاصة بي نرى يعني اذا يريده فيتامين كاف او متابعة هذن بالنسبة لالانواع اللي باطاقس شكرا